شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة العمل للاستثمار والمناطق الحرة وتحالف شركات مركز القاهرة المالية الدولي CIFC مركز القاهرة المالية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعتزم تحالف CIFC إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر كمركز رئيسي لمساعدة التفاقات الاستثمارية من وإلى الخارج كمنتجات مالية في مصر وخارجها وأوضحت هيئة الاستثمار أن هذه التفاقات والمنتجات سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات ترجمة نانسي قنقر